زي ما قلت لحضراتكو بكرة نهاردة بنحتفل طبعا 19 مارس 24 و 19 مارس عام 89 رفع العلم المصري على طابة بكرة يكون عندنا حوار مهم جدا مع دكتور مفيد شهاب دكتور مفيد كان أحد أعضاء اللجنة القومية المصرية للسرداد طابة منذ بداية عمل هذه اللجنة إلى حين التحكيم أو يوم الحكم اللي كان في سبتمبر عام 88 و هذه اللحظات الرئيس الراحل حسن مبارك طبعا في طابة وحديث الدكتور مفيد شهابي يتحدث عن تفاصيل كثيرة جدا عن طابة وكيف عادت طابة وكيف استردت مصر طابة وكيف الدولة المصرية بكاملها تحركت من أجل كيلو متر واحد من أجل استعادة هذا الكيلو من أرض مصر مهم جدا هذا الحوار اللي هيكون بكرة احنا خصصنا حلقة الغد بالكامل هتكون لهذا الحوار المهم لدكتور مفيد شهابي هتكون بكرة حلقة لمدة ساعتين مش ساعة واحدة لأن دكتور مفيد شهابي بيتكلم في تفاصيل كثيرة جدا وزي ما بقول كده هي بتكون شهادة تاريخية من أحد يعني رجال مصر الشرفاء الوطنيين الذين شاركوا في هذه الملحمة الكبيرة طبعا فيه هيكون زي ما بقول لحقوا اللحظات ويتكلم طبعا عن اللحظات والرئيس مبارك بيرفع على مصر كان الدكتور مفيد شهابي موجود في طابة مع كل عضاء اللجنة المصرية الذين شاركوا في استعادة طابة كانوا حضرين لحظة رفع العالم المصري يوم تسعتاشر مارس عام تسعة وتمانين على أرض طابة وطبعا هيشرح تفاصيل كثيرة جدا دكتور مفيد شهابي في حوارنا غدا بإذن الله وهذا الحوار هو للأجيال المتعاقبة حتى المهتمين بشأن مصر مهتمين بشأن طابة المهتمين بشأن سيناء وبشأن كمان التنمية اللي بتتم على أرض سيناء النهاردة واللي احنا بنعمله النهاردة هيودينا إلى فين وطبعا مسألة التنمية واللحظة الفريدة من تاريخ مصر هذه اللحظة واللي كانت رفع العالم المصري ويمكن رئيس مبارك رحمه الله في 2015 قال لي كده وبكرة يمكن جزء من مداخلة الرئيس مبارك اللي كانت معانا أنه أسعد أيام حياته لحظة رفع العالم المصري على أرض سيناء دي كانت الرئيس مبارك قالها هنا في هذا البرنامج وبالتالي بتكون لحظة طبعا أنك بترجع بلأ أرضك وتسعيد وتسترد أراضيك وتكون السيادة لمصر على أرض كل أرض لأنه دي كانت آخر بقعة موجودة في سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي الدكتور مفيد شهبي يشرح لحضراتكم بكرة إزاي كمان إسرائيل ما طلت يعني رغم اتفاق ورغم غيره ورغم التحكين كمان مطلو ما كانوش عايزين يمشوا منطابة كان عندنا هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا معاهم شوفوا اللحظة الفريدة دكتور مفيد هيشرح لحضراتكم اللحظة الفريدة لحظة رفع العالم المصري وكمان نزول عالم الصهينة وكمان لحظة كمان فرحة المصريين وزعل وبكاء الإسرائيليين بتبقى لحظات طبعا لما تبقى أنت موجود كمان هيشرح لنا الدكتور مفيد شهبي أيضا في حلقة الغد وهو داخل المحكمة ما الذي حدث داخل المحكمة هتكون حلقة بكرة إن شاء الله وزين بقول لكم دايما بنحتفل بانتصاراتنا بنحتفل بي يعني أيام العزة والكرامة سواء بنتكلم على عشر من رمضان ستة أكتوبر أو بنتكلم على أيضا تسعة عشر مارس تسعة وتمانين أو خمسة وعشرين إبريل اتنين وتمانين رفع عالم مصر العريش وشرم الشيخ اتنين وتمانين ثم تسعة وتمانين كان آخر منطقة وآخر بقعة في أرض سيناء الطاهرة أرض الفيروز كانت طابة العزيزة على كل مواطن مصري عظيم الخطير النهاردة كلام نتني